طبعا نبقى في أجواء كأس العالم أستاذ رائد ونتكلم على موضوع اختيار الدولة المضيفة لاستضافة نهاية كأس العالم التصويت والتصنيف العالمي هل من المعقول بنجلاديش أو احترامي لكل بردال حتى ما نسكر حدا ونسي إلى حدا هل معقول بلد نامي لا يمارس فيه مثلا الهند أنه يكون صوته مثل صوت ألمانيا أو مثل صوت بلجيكا أو مثل صوت الأرجنتين أو البرازيل في عملية التصويت سواء بالتصويت للمنتخبات أو بالانتخابات للرئاسة للفيفا أو باقتراح شيء آخر وهو مهم جدا عملية التطوير أستاذ رائد يعني اليوم إذا إجا بدون يطوروا أي شيء بكرة القضاء بدون يأخذوه بالتصويت هل معقول من الكونغرس تجي الهند تقول لا مع شوية أربع خمس دول بشرق آسيا أو بشرق أفريقيا أو بجنوب أفريقيا هي تقرر أنه ما يتم هذه العملية التطويرية وهي بعيدة يكون البعد عن كرة القضاء بالنظام الديمقراطي نعم الصوت مقابل صوت صوت الحكيم المتمرس يعني الحكيم بالرأي يعني صوت وصوت مجنون الضيعة صوت بس منطقيا مش لازم تكون هيك أنا من يلي بقول عطول أنه لازم يكون في وزن للصوت يعني بعضي مثل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ألمانيا صوتها مش صوت عندها عدة أصوات بالبرلمون الأوروبي حسب حجمه حسب تقلة وإمكانيتها نفس الشي فرنسا ولوكسنبور عندها تقل شي مختلف حسب كمان حجمه وتمثيله وعدد سكانه أنا معها الرأي اللي بيقول أنه لازم التصويت يكون الوزن بحسب أهميتك كرويا كيف أهميتك كرويا فيك تحددها بعدة طرق يا أما الإنجازات يا أما إذا ما بدك ترجع للتاريخ أنا مع حسب التصنيف بكل بساطة أنا مع أنه التصويت يتم ينعطى وزنات للبلدين حسب تصنيفهم العالمي يعني من أول عشر بلدين من واحد لعشرة مثلا كل بلد عنده عشر أصوات من 11 إلى 20 سبع أصوات من 21 إلى ما هناك خمس أصوات إلى ما إلى آخره لماذا؟ لأن إذا إجا تطوير قانون إجا تغيير قوانين باللعبة أو بالفيفا أو بإقامة البطولات أو البدكية بتجي بلد متواضع ليس لديه خبرة ولا عنده حتى يمكن دوري محلي بده يصوت نعم أم لا وصوت 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 البرازيل أو الأرجنتين أو ألمانيا أو فرنسا أو إنجلترا صوت أين المنطق بهالأمر هذا أنا أكيد ضد هالشغلة لازم يكون فيه وزن للخبرة وإنت حسب ما تطلع وتنزل حسب ما تفقد أصوات هالأمور منا منزلة يعني ألمانيا هلأ ترتيبة 14 بالعالم أوكي تفقد أصوات بتصير بالمرحلة الثانية إذا بتطلع بتحسن أدائك وتبرهن أنه أنت عندك كرة قدم وعم تتطور بتربح أصوات مثل الترتيب العالمي والتصنيف العالمي للفيفا